اهلا بكم في الحلقة جديدة من برنامج زوائي الحدث نخصصها للحديث عن انهيار أسعار الصرف وإغلاق محل وشركات الصرافة في عدن قالت مصادر محلية إن محل وشركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن أغلقت أبوابها عقب انهيار سعر الصرف واضحت المصادر أن سعر الدولار تجاوز حاجز 750 ريال للدولار الواحد وسط غياب الرقابة على عمليات الصرف وفادت المصادر بعودة وانتشار سوق الصرافة السوداء في عموم عدن وذلك بعد تكليف البنك المركزي بحملة ضد المتهمين بالتلاعب بسعر الصرف وانهيار قيمة العملة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين أسباب انهيار العملة وإغلاق محل وشركات الصرافة والحلول المتاحة لوقف انهيار العملة ودور الحكومة في ذلك أزمة وراء أخرى هكذا يبدو الوضع في العاصمة المؤقتة عدن بعد أن دفع الانهيار في أسعار العملة الوطنية محل وشركات الصرافة إلى إغلاق أبوابها بعد وصول سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 750 ريال مراقبون أرجعوا السبب الانهيار المتسارع الذي أصاب العملة الوطنية إلى نفاد الوديعة السعودية التي قدمت للبنك المركزي قبل نحو عامين إلا أن البنك المركزي يرفض ذلك متهما شركات ومحل الصرافة بالوقوف وراء ذلك من خلال إجرائها عمليات مضاربة واسعة مهددا بإيقافها ومنذ بداية انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية والإمارات بدأت العملة الوطنية تعاني انهيارا كبيرا بسبب منع التحالف للحكومة من تصدير النفط والغاز إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين إلى أكثر من النصف نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السعودية بحقهم وسط ترد الأوضاع الإنسانية في البلاد تخشى الحكومة من أن يؤدي هذا الانهيار إلى مضاعفة المأساة التي تعيشها البلاد نتيجة التضخم الذي يسبب ارتفاعا بأسعار السلع الأساسية وهو ما يهدد بدخول مئات الآلاف دائرة الفقر وفيما تتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي المسيطر على عدن الاتهامات عن مسؤولية ما يجري فإن المشهد يؤكد أن العملة الوطنية ذاهبة إلى انهيار أكبر في ظل غياب أي حلول قادمة للسيطرة على ذلك وهو الأمر الذي قد يدفع بالبلاد بجانب أزمة كورونا إلى كارثة أكبر أو مجاعة حقيقية كما صرح بذلك مصدر رسمي إذن ينضم إلينا من لندن رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر سيد مصطفى مساء الخير أهلا نصر مساء النون سيد مصطفى بداية برأيك ما هي أسباب انهيار المتسارع هذا الذي يحصل للعملة اليمنية مؤخرا شكرا جزيلا في الحقيقة هناك عدة أسباب أقف وراء هذا التدحور السريع لسعر غيال يمني مقابل الدولار والعملات الصعبة أبرزه حالة زيادة في الطلب على الدولار والعملات الصعبة الأخرى عقب إجازة العيد وكم طلب الاستثمار في ظل انتهاء فترة الوديعة أو انتهاء الوديعة السعودية التي كانت قدمت لليمن وأيضا توقف كثير من البرامج الدعم المباشر لليمن ويبدو أن لهذا ارتباط معين بالجانب السياسي وباتفاق الرياض وبالتالي تزامن هذا الانتهاء الوديعة مع كما قلت زيادة في الطلب المحلي على الدولار والعملات الصعبة الأخرى أضيف إلى ذلك موضوع إنزال كميات من العملة النقدية المحلية المطبوعة وأيضا تراجع قيمة صادرات النفط وتراجع عائدات المغتربين كل هذه الأسباب مجتمعة الأسباب كثيرة سيد مصطفى لكن لو نركز فقط على السبب السياسي الآن في هذه النقطة وبعد سيطرة الانتقال على أغلب المؤسسات الإيرادية في عدن العاصمة المؤقتة كيف كانت تأثير ذلك على العملة في الحقيقة هي مشكلة الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وحالة الفوضى الأمنية والمعارك التي تدور أيضا بين الانتقال والحكومة في أبيان وغيرها كل هذه هي تدفع بمزيد من التأزيم للعملية السياسية وتنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي الآن لا يمكن نتحدث عن استقرار سعر الريال ومستقبل البنك المركزي أيضا مجهول أيضا كميات أو الاحتياج من النقد الأقنبي لاستيراد المواد الأساسية غير موجود الحكومة تواقه أزمة خانقة فيما يتعلق بالإيرادات لا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا كل هذه الأسباب مجتمعة في الحقيقة تؤدي إلى هذا الضغط كبير على الدولار والعملات الصعبة الأخرى بالمقابل أيضا لا يقد إنتاج محلي تراجعت إيرادات المغتربين والحكومة نفسها أيضا غير متواجدة في عدن وهذا كلها تؤدي إلى هذا المشهد المأساوي للريال والتصاعد المخيف الذي ينعكس على التضخم وينعكس على ارتفاع الأسعار طب لو تحدثنا عن المنح الإنقاذية وتحديدا المنحة الأخيرة التابعة لمؤتمر المانحين هل نأمل في إحداثها فرقا وهو مبلغ كبير تجاوز المليار دولار في تصوري أنه هي نقطة لا بد من توضيحها مسألة التمويل الذي تم الإعلان عنه هو تمويل خطة الاختجابة الإنسانية التابعة للمعدة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها ومعظم هذه المبالغ في الحقيقة لا تتصرف أو تظل خارج اليمن وتأثيرها على هذا الملف على العملة المحلية تأثير عادة محدود هو صح مفيد في مسألة مساعدة الأسر المحتاقة بنسبة معينة طبعا مع الملاحظات على عملية الإنفاق وطريقة إنفاق هذه المساعدة لكن هو يرتركز حول البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية وكالة الأمم المتحدة لكن كان طرح بشكل واضح سواء من قبل رئيس الحكومة في مؤتمر الرياض أو من قبل أيضا العديد من الخبراء أنه لابد لكي يستقر الرياض لابد من دعم مباشر للعملة من خلال وديعة أخرى دعم مباشر كما عملت خلال المرحلة الماضية في دعم عبر المشتقات النفطية الحقيقة الحكومة الآن تواقه مأذق كبير ليس فقط على مستوى الإراجة المحلية وإنما أيضا على مستوى العملة الأجنبية يعني هناك شحة الآن إذا ما استمرت هذه الحالة قد يصطعت بشكل مخيف سعر الريال أيضا هناك بالتأكيد هناك مضاربين يستغلون هذا الوضع المتذبذب والوضع الصراع الموجود من أجل الإثراء وهي يضغطون باتجاه شراء كميات أكبر من النقد الأجنبي من السوق أرجو أن تبقى معي نعم أرجو أن تبقى معي ينضم إلينا أيضا أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن سيد أبو بكر مساء الخير مرحبا بك أهلا وسعلا مساء النوم والسرور والتحية الخاصة لكم وللأخ صديقي مصطفى نصر شكرا لك طيب سيد أبو بكر كان أحد أسباب أهم أحد أسباب الانهيار لهذه العملة مؤخرا كان هو نفاذ الوديعة السعودية هل توافق على أن نفاذ هذه الوديعة هو سبب انهيار العملة والله في البداية أنا أشكر لك مصطفى على مداخلته كثير من اللاحظات اللي وضعها حقيقية وصحيحة ولكن يمكن أنا منظوري أنظر منظر آخر نعم تفضل قدم وجهة نظرك لما يحصل في العملة المحلية أولا نحن الوديعة لو أجدت وديعة أخرى ماذا بنعمل؟ لأنه لما خلصت الوديعة الأولى تداهرت العملة أكثر وجاءت عملة المنصلاة وجاءت وديعة أخرى سيصيب نفس المشكلة لأن الإشكالية عندنا هي إشكالية سوء إدارة في خلال السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة تم تعيين أربعة محافظين ومن اليوم التعيين للتعيينات الأخيرة ونحن في تداهر في العملة الصعبة أو في العملة المحلية الإشكالية ليست في وجود الماد الإشكالية منهم اللي يدير الماد سيد أبو بكر الإدارات هناك تتبادل الاتهامات من يتحمل المسؤولية إذن؟ الحكومة تتهم الانتقالي والانتقالي يتهم الحكومة الاتهامات السياسية أنا لا أدخل فيها هذه المداخلات لكن أنا أقول لك من ناحية اقتصادية الآن بيحصل الآن مدى أن يصل الدولار إلى 730 أو أكثر من كذلك من البنك المركزي أين هو موجوده في هذه العزمة؟ نحن كل مرة كل مرة ونتكلم معهم كل مرة يقلقون المحلات لمدة يوم يومين وتعود افتتاحها مرة أخرى بزيادة في أو زيادة في نيار العملة هذا ليست حلول الحلول الإطلاق الحلول الإقصاد واضحة يعني يشتيره إدارة صحيحة هذا مال ضايع مال تائب ما يريد ما محصل حد يجير إدارة صحيحة قد يكون عندهم عذارهم قد يكونهم سبب الحرب سبب عدم وجودهم في البلد لكن ما يستوي هكذا الناس في حالة الإفعاد بترتفع طريعيا ترتفع لأن التاجر كيف بيورد بضاعة بلدد بضاعة اللي راحة الآن أنا فيه بضاعة في حساب 700 مقر بشرية هات 800 الدولار من اللي عوضنا على المدر الرياضة في الدولار أين الدولة اللي بتحاسب على اللي يعنيه هذا المواطن لأنه في الأخير هذه الإشكالية بيتحملها المواطن المسكين أما اللي عايش لي في عايش لي في رياض واللي في كارة واللي هنا واللي هناك أظل في السيف سائد أصلا ما عندهم مشكلة أنت كمواطن تايش على الجانب الآخر أنت كمواطن تايش في عدن الآن حاليا كيف أثر انهيار العملة عليك وعلى حياتك اليومية وعلى أقربائك وعلى من حولك صحيح طبعا اختلف في الأدوية اللي نشتريها شهريا الآن أكثر من 100% زيادة أو 70% زيادة في الأدوية في المواد الغدائية بتكون كذلك الآن السوق يعني ما حدوضه لا غزارات موجودة لا مراقبة موجودة لا مينة موجودة صحيح لا ضرائب صحيحة لا جمارك صحيحة بين الناس طلوع حين الدولة دولة سائبة ما في منطقيا أنا أحمد الله نحمد الله نعم اللي موجودة داخل يمان أننا موصن لغيال الآن إلى 10 ألف الدولار إذا بركة والله العظيم لأما أي شيء يضابطونها يعطوننا لا يقولون أي شيء يتألون يتألون يعطونها أهل سيعطينا واحد منهم الكبرى حقوم نعم يقول لي ليس منهار إلى 10 ألف إلا بس رحمها من الله عز وجل والله العظيم إنه ليس صغير اللي يحصل في البلد بانك مركزي لا يمسيطر عليه هذه الفرصة أتمنى أن يصل فيها صوتك سيد أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن ومن عدن أشكرك جزيلة شكر أعود لضيفي في لندن سيد مصطفى سيد مصطفى لو تسمعوني أهلاً وتعالى سيد مصطفى لو أنتحدثت عن الحلول الممكنة لوقف هذا التدهور مؤقتاً حتى ما هي هذه الحلول الممكنة؟ أنت تحدثت أيضاً عن الحاجة إلى وديع أخرى هل تتوقع من السعودية أن تقدم وديع أخرى أيضاً في أي ظل هذه الظروف الاقتصادية في العالم؟ دعيني أولاً أحيي الصديق الأخ أحمد الأخ أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة ولهم جهود الحقيقة ممتازة في إظهار صوت القباة الخاصة على الأقل رفض صوتهم إلى هذه المرحلة أنا أتفق معه في بذرية مسألة أنه هناك فراغ إشكالية في إدارة هناك مشكلة وهذه واحدة من الأسباب الرئيسية لا يمكن إدارة شأن اقتصادي في ظل غياب الحكومة لكن أيضاً نحن تحدثنا عن عوامل أخرى هي حزمة أو مضموعة من العوامل التي أدت إلى هذه الإشكالية التي وقعنا فيها الآن في تدهور سعر غيال بالنسبة للحلول في تطوري هناك هذا ما تحدثت عنه من وديعة ومن تقديم تسهيلات للبنوك اليمنية للتعامل مع البنوك الإقليمية تقديم برامج تنموية مباشرة على الأقل هذه أنا أتكلم عن خطة إسعافية تتحمل مسؤوليتها دول التحالق وبالأخص المملكة العربية السعودية باعتبارها هي من يدير ملف اليمن وهي المتحكمة بملف اليمن هذه البرامج إسعافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنه فعلا الآن في حال عدم اتخاذ قطوات سريعة لإنقاذ الريال اليمني ستكون كارثة حتى لن تنفع المليار التي قدمت مساعدات ولا 2 مليار لأنه ستضاعف الأسعار بصورة مخيفة قد تتقاوض يعني الألف للدولار الواحد والآن بسعر الشيكات طبعا تقاوض الألف من فترة سعر الريال بالشيكات طبعا فهذه إشكالية إشكالية كبيرة هناك على المدى المتوسط في الحقيقة أيضا مجموعة من الحلول التي يفترض أن تتم لكن هذه الحلول لن يتم تحقيقها ما لم يكن هناك إدارة حقيقية وحكومة موجودة تسيطر على أو تسير السياسة النقدية والسياسة المالية للبلد ككل الآن في الحقيقة هناك حالة من الصراغ وصرف يعني نقود من العملة المطبوعة كمرتبات وهذه في الحقيقة لوحدها كأنه يتم إنزال كمية من النقود من العملة المطبوعة حديثا دون أن يكون هناك غطاء من العملة الأقنبية لتغطية الاستيراد ودون أن يكون هناك نشاط إنتاجي هذا كله يزيد من حالة نهور في انتعار الأرض يعني فنحن بحق الآن إلى أن يكون هناك فعلا خطوات داوة سريعة لإنقاذ الموقف عم باختصار أيضا أختم معك قبل الانتقال إلى ضيفي الثالث أختم معك بتقييمك لموقف الشرعية أو الحكومة الشرعية من الانهيار الحاصل كيف تقوم هذا الموقف الحكومة الآن تكاد تكون مغيبة هي مغيبة عن شأن عن الواقع ومغيبة عن أي خطوات يمكن تنفيذها هناك قهود البنك المركزي في عدل لكن في تصوري في ظل هذا الفراغ الحكومي في ظل هذا الشلل في أداء المؤسسات الرسمية وحالة الصراع أيضا والتقاذب وأيضا الاختلالة السياسية والأمنية الموجودة في تصوري أنه سيتمر هذا العبد وسنشهد أيضا مزيد من التدهور اللي لم يتم تداركه بصورة عادية سيد مصطفى ناصر رئيس مركز الإعلامي الاقتصادي كنت معي من لندن أشكرك جزيلا الشكر ينضم إلينا أيضا الدكتور سعيد عبد المؤمن باحث في الشؤون الاقتصادية من صنعاء سيد دكتور سعيد مساء الخير مرحبا بك مساء النور دكتور سعيد بداية من يتحمل برأيك مسؤولية انهيال العملة حقيقة من خلال ما لاحظتم من الحديث السابق ومن عرضكم أود أن أقول التالي أنه إحنا نتكلم عن أعراض لا عن المرض الحقيقي المرض الحقيقي يتمثل في انعدام الدولة بشكل كامل بمؤسساتها المختلفة لأنه إحنا نلاحظ الآن في الوقت الحالي أنه لا يوجد لا مؤسسة شريعية ولا مؤسسة تنفيذية ولا مؤسسة رقادية ولا مؤسسة قضائية تستطيع أن تعمل لمواقهة الأزمة الخطيرة التي تمر بها اليمن وهي أزمة قاتلة جاء أبرز مظاهرها هو الانهيار الاقتصادي وأبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي اللي هو انهيار العملة وما تركب عليه من ارتفاع في الأسعار من انخفاض القوة الشرائية لدى الناس حتى أننا نلاحظ أن الدولار يرتفع لكن الأسعار ترتفع بشكل مباعث جدا فيضل أن الرواكب منخفضة في المناطق التي تحت سيطرة الشرائية في بقية المناطق لا رواكب يعني الناس الآن مضت لهم أكثر من أربع سنوات وهم بلا رواكب بالتالي المشكلة صحة مشكلة مضكبة ومعقدة يذكرني هذا بمغضل ما عمله أستاذ النعمان عندما قدم استقالته في في ستينة القرن الماضي من الحكومة وقال لكل دائم دواء نصف طببه إلا الخزينة أعيات من يداوها ونحن نقول لكل دائم دواء نصف طببه إلا الحكومة أعيات من يداوها إذن أي كمال أعيات عن رئيسات اقتصادية مقرد مشكلة حتى أقل من حل ترقيعي يعني نفسي تكلموا عن حلول ترقيعية بالضبط أو حلول طارئة على الأقل إشنا بلد والبلد يعتمد على موارد اقتصادية يعتمد على بناء اقتصادية يعتمد على هيكلية اقتصادية على أمن على استقرار على تواجد مؤسسات تعمل على مواجهة الأزمات تعمل على حل المشاكل لكن مشنا هذا كله موجود أفضل يعني لا حكومة موجودة ولا مؤسسات موجودة ولا خطط استراتيجية موجودة ولا حلول ترقيعية موجودة ولا أعداء يتكاثرون حقيقة أحيانا قبل تجلب الجانب السياسي نرد بالمطبات التي عايزنا يعني أنت تقول أنه لا وجود للحلول بتاتا دكتور سعيد أنت تقول أنه لا وجود للحلول بتاتا ويجب أن ننتظر الانهيار الاقتصادي الكلي هل هذا صحيح؟ هو أقول أنت لكن أنا أقول أنت أنه نعم أسمعك إذا فقدنا الاتصال الدكتور سعيد عبد المؤمن كنت معي من صنعاء الباحث في الشؤون الاقتصادية أشكرك جزيرة شكر مشاهدين نكتفي بهذا القدر شكرا لحسن متابعتكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر